لازم أموت نفسي والنهاردة يعني النهاردة مثلا عمر كمال أقل من المباراة السابقة طبيعي مفيش مشكلة ولكن مش أقل قوي يعني مزاق محمد صلاح النهاردة أقل قوي 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 من المباراة السابقة كرة ما بيش عارف يوقفها الملعب واضح أنه هو سيء شوية مش عارف يستلم الكرة ما تفهمش محمد النهاردة الحقيقة مش مركز قوي في المطش يعني الله يكون فعونه طبعا بعد ما كان من المفترض هو يبقى يعني دبيست ديل الجايزة المفروض اللي تخليه يصل إلى قمة مستوى ويجد هذه العنصرية أنا حسميها عنصرية الحقيقة في عدم اختيار محمد صلاح الأفضل بلاش الأفضل ماشي ليفا يستحق أن هو يكون الأفضل علشان العمله مع فريقه والبطولات اللي خدها مع فريقه ولكن زي ما يكونش في التشكيل المثالي يعني لاعب من أفضل رقم ثلاثة في العالم ما يبقاش أفضل لعب ما يبقاش قصدي في التشكيل المثالي حاجات غريبة جدا اللي واحد بيشوفها من دي أفضل حارس مرمى في العالم لكن في التشكيل المثالي قاعد احتياطي لدونا روما حاجات الواحد بيشوفها في الاتحاد الدولي تقعد وبعدين إيه؟ ما هو ده اللي موجود وهو ده اللي عندنا ودرب باكو في الحب بقى شوفوا عايزين تعمله إيه؟ ده هي حتى منطقياً ما تنفعش يعني أنا عندي ليفاندوفيسكي وبعدين ميسي وبعدين محمد صلاح ومحمد صلاح اللي هو بينفس الاتنين دول أو هو رقم ثلاثة مش موجود في التشكيل المثالي يعني بجد ممكن يكون محبط من هذا الأمر لكن المطش اللي جاي مش هيستحمل إن إحنا نكون إن محمد يكون محبط الحقيقة مش هنستحمل إن مستر كيروش يلعب عبدالله السعيد وينجليفت أو يعني تحت مش عارف أسميها إيه مش حقيقة ماشي فربنا يكرمنا إن شاء الله والدنيا تمشي والأمور تمشي لغات لما نشوف مين هنلعب بين المطش اللي جاي هو ده هو ده اللي اللي حنشوفه وهو ده اللي حننتظره بكرة إن شاء الله وبعده حيبان حنلعب مع مين حنلعب مع بكرة إن شاء الله حيبان حنلعب مع الجزائر ولا مع غينيا ولا مع كودفور ولا مع سيراليون بكرة حيبان كل حاجة وساعتها أعتقد إن كارلوس كيروش سهل إن هو يشوف على الأقل الثلاث مباريات اللي لعيبها أي منتخب من هذه المنتخبات ويبني عليه خطته خلال الفترة اللي جاي يعني نيجيريا أول منتخب بالمناسبة نيجيريا النهاردة وصل لرقم للنقطة رقم تسعة ووصل للعلامة الكاملة وأنا الحقيقة يعني زي ما قلت لحضراتكم مش سعيد قوي بالمستوى الفني لهذه البطولة ولكن في النهاية يسمى بطولة أمم أفريقي من المفترض بقى من بكرة أو يعني ابتداء من يوم السبت اللي جاي هنقعد نستمتع بفرق دور اللي بتلعب في دور الستاشر هو ده اللي احنا مستنيين وهو ده اللي احنا دايما يعني لعبت الكرة أو يعني المحلين أو اللي بيشتغلوا في المجال الرياضي في كرة القدم اللي يوم مستنيين مثل هذه البطولات عشان يتفرجوا على تاكتج جديد لعيب يظهر بشكل أو بآخر نشوف التاكتج اللي بتلعب بالمتخبات المختلفة بيبقى ايه المتخب السنغالي تخيل حضرتك ان المتخب السنغالي سعد الى دور الستاشر بهدف من ركل الجزاء في الديئة خمسة وتسعين ما جابش غيره ما جابش غيره فماشي خلينا نقول ان مثل هذه الأدوار دور الاثنين وتلاتين ده بيبقى والدور التمهيدي ده بيبقى دور المهمة جمع نقط ووصل لدور الستاشر طب يلا بقى فرجونا من دور الستاشر هيحصل ايه خلينا نشوف اللي هيحصل في دور الستاشر معظم المنتخبات العربية ان شاء الله حيكون لها دور يعني انا متأكد ان المنتخب الجزائري سيصل الى الدور التالي او دور الستاشر لانه يعني برضو لازم يبقى المنتخب الجزائري موجود وهو منتخب قوي جدا ولا يستحق الخروج من هذه البطول الحقيقة المنتخب الجزائري عشان كده خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل بكرة واللي هيحصل فيه بقية المباريات مع منتخبنا مع المنتخبات المختلفة يمكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف بطولة جيد نفس طرق اللعب اللعيبة بتكريش مش بتكلم على منتخب وط المصر بس انا بتكلم على منتخبات البطولة بالكامل تلاقي اللعيبة الكرة جاياله يعملها كده ويقف انت بتفرجوا على ساديو مانيه وبيلعب هو ده ساديو مانيه بتاع ليفر بول يعني محمد صلاح على الاقل بيجري يعني بيجري من شوية مش ده ساديو مانيه مش ده مندي حتى بتاع حارس مارمس سنغال الاحسن حارس في العالم مش ده حكيمي حتى حكيمي اشرف حكيمي مع انه جاب جن رائع جدا حارس او بكي من منتخب المغرب مش هو ده محمد صلاح مش هو ده مش هما دول مش هما دول خلص طبعا البيئة مختلفة الملاعب مختلفة جو مختلف كل حاجة مختلفة ولكن في النهاية احنا هننتظر هؤلاء النجوم الكبار جدا في كل منتخبات افريقيا ان شاء الله ان احنا نشوفهم في دور الستاشر لانه الحقيقة نفسنا نتفرج على حاجة جديدة تاكتج جديد كرة تتلعب يعني انا مثلا لما تيجي تقول لي لو اخترت افضل هدف في هذه البطولة هقولك هدف منتخب التونس الثالث في موريتانيا هتقول لي ليه هقولك هو طبعا مش هينفع نزيعه لانه ده حقوق حصرية لليبيني سبورت لكن انا بتكلم على الهدف الوانت سليل اللي اتعمل جوه منطقة الجزاء كرة لعبت فوتها يا سين راحت لللعبت تاني حطها له مرة تانية حطها جون جون حلو جون فيه تاكتج فيه كرة بتتلعب فيه كرة تتبسط منها فهو ده اللي احنا دايما عايزين نتكلم فيه هو ده اللي احنا عايزين لكن بقى مش كل ماتش مستنين سادي ومانيه هيعمل ايه ما نلاقيش سادي ومانيه مستنين رياض محرز هيعمل ايه ما نلاقيش رياض محرز مستنين محمد صلاح هيعمل ايه نلاقيه مش هو مستنين مين هيبقى ايه مش هما طب وبعدين مفروض ان ابتداء من دول الستاشر ان شاء الله نتفرج على بطولة جيدة الف مبروك لمنتخبنا الوطني الطبيعي ان احنا نصل لدور الستاشر مش حاجة يعني الافضل او الطبيعي ان احنا نصل الى دور الستاشر هنتفرج بقى ايه اللي هيحصل في دور الستاشر لانه هنشوف ايه اللي هيحصل ترجمة نانسي قنقر